قمامات مرمية خارج الحاويات أكياس منهوشة وفضلات شوهت قارعة الطريق لا يكاد هذا المشهد يفارق مكبات النفايات في الأحياء الكبرى بالعاصمة وهي نتاج الجمع العشوائي للبلاستيك من قبل أصحاب الشاحنات في حالة باتت صداعا يؤرق الساكنة ويجوا مثلا بعض الأشخاص سمحهم من الله يحل الصاشيات وبعد يخليها كبرمية يرفض مثلا القراءة هذه البلاستيكية يديهم ويخلي الصاشيات هم بعد على مالك البيئة تأثر على البيئة ويكتروا الجردان ويكتروا دخول وحتى البعض تكون الصاشيات محلولة قمتلك الصاشيات يفتحونهم ومعدك دولهم ويسحقون ويخلوها بعد الصاشيات تكون فيهم ألة حدة على خلاف هذا المشهد المنفري والمؤدي يحاول صالح رسم صورة جميلة عن نشاط مسترجعية البلاستيك بترك المكان نظيفا بعد كل عملية فرز للقمامة لا أنا ما نخدمش بالفوضى أنا خاطئ أنا ماذبية كيني لقهم فيها الصاشيات ومقطعين وإذا نقيها أنا الحمد للأخوي أمبالي فيها الصباح تقني أمباليها نورمال أمباليها واحدة على عشي لراني استرزق منه ثانيا دخلتها جبانا ربي سبحانه بين الصورتين تعالوا المطالب بدرورة تقنين هذا النشاط بما يخدم البيئة والمجتمع نطالب من أجل تقنين هذا النشاط لأنه عنده عوائد مزدوجة هو يحمي البيئة من جهة وكذلك هو مشروع اقتصادي يجب وضع إطار ومشاركة كذلك حتى بالنسبة للبلدية والسلطات الجوارية من أجل وضع مكان لهذه القرارات ولا يتم رميها عشوائيا جمع النفايات البلاستيكية نشاط قد يوفر مداخل معتبرة للبطالين غير أن التصرفات السلبية من البعض تشكل أتعابا إضافية لعمال النظافة وأضرارا جسيمة على المحيط واستياءا عميقا لدى الساكنة ما يستدعي التحلي بحس المسؤولية